اقتحاما تلو اقتحام لا تزال الانتهاكات الصهيونية مستمرة بحق المسجد الأقصى وخصوصا مع الأعياد اليهودية التي تعتبرها جماعة الصهيونية فرصة للتحشيد الصهيوني لتدنيس حرمة هذا المسجد اللافت في الاقتحامات الحالية هو ازدياد أعداد المقتحمين حيث اقتحم المسجد الثلاثاء والأربعاء أكثر من ألف مستوطنين بمناسبة عيد العرش اليهودي الذي بدأ الاثنين ويستمر أسبوعا ويرى مراقبون أن التحريض من كبار المسؤولين الصهاينة وجماعات الهيكل على تكرار هذه الاقتحامات بات سياسيا أكثر منه ديني بمعنى أن الجانب الصهيوني لا يتعامل مع هذا المكان على أنه ديني ومقدس فحسب بل بات الحديث يتعلق أيضا بمنطقة سياسية متنازع عليها وهو ما يصب في خانة صفقة القرن التي يريد الرئيس الأمريكي ترامب تمريرها بهذا الشكل ما يبرر مرة أخرى حجة وزير الأمن الصهيوني استخدام البوابات الإلكترونية لمنع دخول المصلين للمسجد الأقصى من جانبها دعت دائرة الأوقاف الإسلامية إلى عدم استخدام الأعياد اليهودية حجة في تنفيذ اقتحامات المسجد الأقصى وأكدت الأوقاف الإسلامية أن اقتحام مستوطن واحد أو ألف يصب في الغاية نفسها وهي انتهاك حرمة المسجد الأقصى والاستمرار بسياسة تهويده وفي مقابل الإصرار الصهيوني لاقتحام المسجد الأقصى يبدو أن عزم المرابطين فيه أكبر منه لحمايته من أي عدوان يهدده فالشرطة الصهيونية تقبل على هذه الخطوة بيد مرتجفة وقلب أكثر ارتجافاً فتجربة هبة باب الرحمة لا تبعد عنها أكثر من ثمانية أشهر وقبلها تجربة هبة باب الأصباط وتفكيك البوابات الإلكترونية والتي أكدت أن الحق الفلسطيني لا يزال يقاوم ولن انحني لريح الاحتلال هذه هي أفضلنا هم هدوان العمالين في الله هم الراحيين يكسروكم ويكسروا شوكتكم لن ننسى لن ننسى لن ننسى لن ننسى لو مات الكبار لن ننسى الصفار ستعود